بمدن دول أوروبية وعواصم أوروبية بس الفارق بكمية هذه الخروقات معاني الوزير أكيد طبعاً اليوم وإحنا بالنسبة أنه رغم يعني التنوع الموجود يوم بقواتنا سواء القوات المسلحة قوات الداخلية اليوم الحجد الشعبي للنظاف أبناء العشر أبناء المناطق كل هذا التنوع لكن إحنا أمام تهديدات كبيرة أمام تنظيم مدعوم بأجندات أقليمية ودولية ويتمتع بتمويل وبدعم مالي وإعلامي وسياسي وهذا التهديد ليس بالقليل يعني حقيقة لو يتعرض له أي بلد اليوم حتى لو مستقر من دول المنطقة يؤدي إلى خروقات كبيرة لكن رغم كل هذا اليوم إحنا نقف أمام هذا التهديد واستطعنا نفك شبكات كثيرة من شبكات تنظيم داعش سوى في بغداد أو بعض المناطق الساخنة التي هي حواضن لهذا الإرهاب وبالتالي وجهنا ضربات كبيرة أعود إلى موضوع وزارة الداخلية واستعداد الاستلام مسؤولية ملف الأمن الداخلي أيضا قدمنا خطة كاملة ومتكاملة من أجل استلام هذه المسؤولية وإعتبار اليوم على الأرض وزارة الداخلية أكثر من 85% من القوات والأجهزة الأمنية هي تابعة لوزارة الداخلية الموضوع فقط أن تتحمل وزارة الداخلية المسؤولية بالكامل وأن تكون هي المشرفة على هذا الموضوع وعدنا خطة متكاملة كما قد قدمناها لسيد رئيس الوزراء ناقشنا هذه الخطة ونحن ماضون بإنجاز مراحل هذه الخطة بدءا من أن يكون هناك طوق أمني محصن لبغداد بسيطرات مسيطرة عليها بشكل جيد وأن يكون هناك أمن مناطقي يعمل بمنظور شرطوي وأمني ورفع السيطرات الموجودة داخل عاصمة بغداد بالتدريج اللي بالتأكيد رح نأكس بشكل إيجابي على حركة السير وعلى تسهيل حركة المواطنين والتقليل العرقلة والتذمر اللي يعاني من المواطن في هذه السيطرات وفي هذه الحواجد طيب ما دمنا نتحدث عن أمن بغداد إجرائيا والأدوات الممكن تنفيذها في أمن العاصمة تعتمد على مثل ما تفضلت حضرتك على السيطرات التي هي تقريبا من عشر سنوات هي موجودة أولا الجدوى الأمنية لوجود هذه السيطرات وكثرتها هل ما زالت حاضرة هل ما زال لها جدوى هذه السيطرات ثانيا أود أن نتحدث عن قضية أجهزة الكشف عن المتفجرات أجهزة الكشف عن المتفجرات اللي تستخدم الآن الآيدي أثبتت علميا أنها من غير الفائدة عمليا أيضا ما بيها فائدة والدليل هو أن تنفجر السيارة على بعد مسافة قصيرة عن السيطرات الموجودة شنو الأبرى للحد الآن هاي الأجهزة موجودة؟ وبالنسبة للسيطرات كما بيّنت إنه إحنا عادة نظر بهذا الموضوع وعادنا خطة جديدة للتعامل مع التحديات والتهديدات الأمنية من فخخات أو تفجيرات أو عبوات رفقها أو تقليلها معايا الوزر؟ لا بالتأكيد إحنا رح نرفع هذه السيطرات لكن لم يكن بجراء واحد وإنما ستكون بالتدريج وحسب كل ما تقدمنا في تطبيق الخطة البديلة اللي إحنا نقدميها طبعا لا يمكن أن الإفصاح عن كل الأمور تدرونها أسرار أسكرية وأسرار أمنية لا يمكن استغرب من البعض حتى لأسف بعض السياسيين في مجلس النواب يتحدثون عن كل شيء بمسرح العمليات وقواطن العمليات وهكذا سيجري أو بعض حتى لأسف بعض قياداتنا يتحدث أنه قياداتنا أقصد سوى من الجيش أو الشرطة أو الحجد الشعبي يتحدثون عن تفاصيل تفاصيل هي بالتالي يستفيد منها العدو وحتى هذا الكلام الذي يداوله لبعض أنه تم محاصرة بعض قواتنا ومقاتلين وروح نجوم حتى ننبه العدو لهذه المناطق وبالتالي يؤدي له انهيار بمعنويات هؤلاء المقاتلين وتعريضهم للخطر من قبل التنظيمة فأعود للموضوع أنه بالنسبة إلى هذه السيطرات بالتدريج ضمن خطة جديدة هناك بداء لموضوع السيطرات لحفظ الأمن والعمل الاستخباري الاستباقي والعمل بالأمن المناطقي هذا هو رح يكون البديل وبتفاصيل هذا الموضوع بعض لا يمكن البوح بهذه الأسرار أجهزة كشف المتفجرات بالنسبة للأجهزة هذه الـ ID أقصد نعم خنصلح هذا أول مرة الخطأ الشائع لا يوجد جهاز في العالم اسمه كشف المتفجرات هذا ما أكدت لنا جميع الشركات المعنية بهذه الصناعة وبهذا المجال ونما هناك أجهزة للفحص فحص الأشياء المشكوكة الأشياء المشبوهة من مواد عضوية أو من مواد تساعد أو تدخل في موضوع التفجيرات هذا الموضوع بصراحة تم تداوله وبشكل للأسف سلبي من قبل الكثير وكأنه أدنى هذه الأجهزة هي تكشف وحتى الأجهزة التي تم اليوم استيرادة من وزارة الداخلية هي أجهزة لفحص المركبات لتكشف الأشياء المشكوكة سنحن نحكوك نعم بالنسبة لهذا الجهاز بصراحة منذ أن استلمت مهم بالوزارة أنا لم أطلعت على تقرير مفصل وواضح يؤكد على أن هذه الأجهزة هي عديمة الفائدة 100% لكن هذا لا يعني أنها تفائدة نعم أكو كلام بأنه هذه الأجهزة هي لأغراض أخرى وتم تطويرها والبعض يأكد أنه يعني اللي يستفادون هذه الأجهزة من قواتنا العمنية اللي من تشرب كل مكان يأكدون أنه تكشف يعني الأشياء المشكوكة باعتبار بها أشرطة هذه الأشرطة هي تكشف الأناصر الذرية أو من خلال الرذاث تكشف بعض المكونات خصوة بالنسبة للمواد العضوية على كل أن يعني لو ثبت دليل قاطع بين هذه الأجهزة 100% عديمة الفائدة بالتالي يجب أن مجلس الأمن الموطني ومعني بهذا الموضوع أو على مستوى القيادة العامة تتخذ قرار في جمع هذه الأجهزة عديمة الفائدة بس أعتقد لا زال هناك يعني عدم حسم لموضوع أنه ما تشوف المدة طويلة صارت من الأربع أو خمس سنوات إحنا نعرف أن هذه الأجهزة مو ذات فائدة لحد الآن بعد أن يكون تداول أو عدم اتخاذ القرار شنو السبب؟ وبصراحة هو مو فقط وزارة الداخلية ووزارة الداخلية مو هي المعنية حصرا بهذا الموضوع لا لا مو أقصد باتخاذ القرار أقصد حتى هذه الأجهزة هي مو وزارة الداخلية مشتريتها ووزعتها على الأجهزة الأخرى وإنما المحافظات مشتري هذه الأجهزة ووزارات مشتري هذه الأجهزة يعني لكل عدة عقد مباشرة وزارة الداخلية حال حال بقية الوزارات والأجهزة اشترت كميات كبيرة من هذه الأجهزة ووزعتها على شرطة المحافظات وعلى تشكيلاتنا وعلى شرطة التحادية اللي تقوم بالاستفادة من هذه الأجهزة يحتاج حقيقة مراجعة حقيقية لهذا الموضوع وأعيد أنه المفروض يصير حسم لهذا الموضوع للأسف ظهر العامل النفسي والجال النفسي وكأنه هناك اطمئنان أنه أكفد جزء من عملية الكشف تتحقق من خلال الأجهزة لهذه القناعة المفروض أنه ينصير بشكل واضح هل هي بالفعل تفي بالغرض لو ما تفي بالغرض رح نتحدث عن البدائل التي أوجدتها وزارة الداخلية لهذه الأجهزة من جملة هي أجهزة متطورة بمستيراتها لكن دع أسمح لي أنذهب بالأفاصل وأعود أحبتي المشاهدين أكرم تفضلوا بالبقاء معنا أفاصل قصير وأعود من جديد مرحبا بكم أحبتي المشاهدين الكرام أعود لضيفي معالي وزير الداخلية السيد محمد سالم الغبان مرحبا بحضرتك من جديد معالي وزير كلنا نتحدث قبل الفاصل عن البدائل التي وفرتها وزارة الداخلية لأجهزة الكشف عن المتفجرات أو فحص المتفجرات مثل ما وضحت حضرتك وزارة الداخلية استولدت على ما أظن في العام الماضي في شهر الدعش أو شهر عشرة أجهزة حديثة قيل أنها ألمانية لكنها لم تدخل إلى الخدمة إلى غاية الآن هل أسباب فنية لوجستية شنو بالتحديد ليش ما نزلت هذه الإشارة لحد الآن نعم كما بيّنت أنه أول مرة الخطأ الشاء أنه هي مو أجهزة كشف متفجرات هي أجهزة فحص للمركبات وهذه الأجهزة هي مخصصة للمنافذ الحدودية و للسيطرات الرئيسية خارج المدن من أجل فحص المركبات الكبيرة بمعنى الشاحنات وهذه الأجهزة منذ استلامها تضح لنا أنه هناك خلل في عدم مطابقتها للأغراض التي نحتاجها في طريقة استفادة من هذه الأجهزة لم تبحث الوزارة ودوار الوزارة المعنية بهذا الموضوع تفاصيل هذه الأجهزة بحتى تكون تفي بالغرض ومتطلبات التي نحتاجها من هذه الأجهزة لذلك توقفنا هنا في عادة النظر في هذه الأجهزة من حيث أنه يكون هناك تغييرات جراء تغييرات عليها فنية حتى تكون قادرة على أن تفي بالغرض الذي نستخدمها هذه الأجهزة في سيطراتنا الأمر الثاني هذه الأجهزة محتاجة إلى سيطرات نموذجية لا يمكن أن نضعها به هكذا يعني الآن السيطرات التي موجودة غير ممكن أن نستفيد من هذه المنظومات التي هي منظومة متطورة كما أشرت وبالتالي نحتاج إلى موضوع أنه نحسن موضوع السيطرات التي تكون وفق مواصفات عالمية ونموذجية قادرة على أن نضع بها هكذا منظومات التي بها قراءة لأرقام العجلات التي تكون وفق ممرات ذات انسيابية عالية الوضع الموجود الآن في السيطرة إذا نتحدث عن بغداد أو حتى عن المحافظات إذا نخلي هذه الأجهزة بالتأكيد لا تجددينها هكذا سيطرات فهذا خلل بصراحة اليوم نعمل جاهدين على معالجة هذا الخلل من خلال هناك استقدمنا شركات عالمية من خلال هذه الشركة التي تعاقدنا معها هذه الأجهزة قدمت لنا تصاميم لهذه السيطرات النموذجية وبالتالي عندما ننتهي من موضوع التصاميم سنشرع بتنفيذ هذه السيطرات وعندما تكون هذه السيطرات جاهزة سنستخدم هذه الأجهزة لساعدنا في فحص المركبات وكشف الأشياء المشكوكة داخل الشاحنات الكبيرة أدنا طبعا أجهزة أخرى أيضا منظوماتية لفحص المركبات الصغيرة الصالون وسيارات الركاب هذه أيضا لحدنا أن عقدها اكتمل والمفروض ينفذ في طور التنفيذ ونستلم قريبا أيضا هذه الأجهزة هذه الأجهزة ستوضع أيضا إلى جانب تلك الأجهزة للفحص المركبات في هذه السيطرات النموذجية التي قلت نعمل على إيجادها خاصة من نسبة العاصمة والأولاد اللي راح يساعدنا حيقة في تقليل الارتقاب بالأداء الأمني بالسيطرات وفي تقليل الخروقات نكون عندك أجهزة قادرة على الفحص وأيضا نحن نأخذ من نظر الاعتبار اللي راح يعملون على هذه الأجهزة وناس متدربين بكفاءة عالية نحن دخلنا عدد كبير منهم على الدورات على هذه المنظومة وأيضا العناصر اللي تعمل أيضا في هذه السيطرات سيكون عناصر أمنية مدربة مؤهلة للتعاون مع التحديات الأمنية اللي ممكن أن من خلال السيطرات نكشفها وأيضا من خلال التقنيات الأخرى سنضيف في هذه السيطرات النموذجية الكاميرات واللي أيضا الساعد يعني كل التقنيات اللي ممكن أن تساعد وتمكن عناصر الأمن في في التقليل الخرق الأمني عند الدخول إلى المدن هناك عمل دؤوب وهناك لجان تعمل من أجل أن نصل إلى هذا طيب ما دولنا نتحدث معي الوزر عن التسليح والتجهيز أيضا هذه الأجهزة هي ضمن التجهيز لوزارة الداخلية في زيارتكم الأخيرة إلى موسكو تم الاتفاق على أن يقوم الجانب الروسي بتسليح القوات العراقية سواء وزارة الداخلية أو وزارة الدفاع هناك مشكلة بها بعد سياسي ربما هذه المشكلة أنه لا يستطيع الـ TBI مثلا أن يمنح روسيا مبالغ بشكل مباشر كما وضح سيد دولة رئيس الوزراء لأسباب تعلق بالعقوبات الاقتصادية على روسيا وإيران وبعض الدول الأخرى ما هي الصيغة البديلة التي تم الاتفاق عليها من أجل تقديم أموال لقاءها بهذا التسليح؟ لا ودعني أول مرة أشير إلى أنه نحن بالنسبة أن التنويع في السلاح وفي الذخيرة والأعتداء اللي يحتاجها الجيش العراقي وقوات المسلح وقوات الأمنية بالتأكيد هذا أمر صحيح ويجب أن نذهب بهذا الاتجاه لأن لا يمكن أن نحصر السلاح والأعتداء اللي يحتاج من منشأ واحد يمكن أن يكون هناك تنويع وهذا يصب في مصلحة البلد ومن نسبة إلى المشكلة اللي موجودة مع الشركات الروسية صراحة من جانبنا ماكو مشكلة رغم أنه اليوم الأزمة المالية لكن يعني مستحقات هذه الشركات من خلال مصرف الـ TBI نحن نوفر كل مستحقات هذه الشركات المشكلة في إيجاد المصارف الوسيطة اللي ممكن أن تتحول هذه المستحقات وهذه الأموال إلى الجانب الروسي الجانب الروسي هو يسعى في إيجاد بدال هناك بدال طبعاً والعقوبات الاقتصادية هي على عملة الدولار فهو ممكن يذهبون إلى عملة أخرى يتفق عليها ومن خلال مصارف وسيطة على كل الجانب الروسي هو معني بهذا الموضوع ويسعى في إيجاد بدال نحن من جانبنا مستعدين لتدليل كل الصعوبات من أجل أن يعني نحل هذه المشكلة يعني لم يتوصل لصيغة اتفاق محددة لغاية الآن بهذا الخصوص؟ لا هي قضايا فنية يعني قضايا فنية معنين بها يعني السيستم المصرفي ومعني بهذا الموضوع نظام المصرفي يريد أن يعملون عليه خلينا استثمر الوقت مع الوزير وأسألك عن وزارة الداخلية من بين الوزارات في طليعة الوزارات ربما المتهمة بالفساد بشكل مباشر سواء عن طريق الفساد المباشر اللي هي الرشاوة وما إلى ذلك أو القضايا التي تعلق بالصفقات والقضايا الأخرى هل حجم الفساد تم تقليصه بشكل معين يعني إلى حد ما هل هناك معرقلات تقف أمامكم إذا ما اتجهتوا في سعيكم إلى تقليص هذا الفساد أنا اتحدثت لشرة أنه الوزارة عدة استراتيجية استراتيجية على المدى البعيد على المدى المتوسط وعلى المدى القصير من ضمن هاي استراتيجية مكافحة الوزارة أكيد طبعا ونعني أشير الاستراتيجيات أو الأسبقيات حقيقة والأولويات في هذه الاستراتيجيات والاستراتيجية التي وضعتها الوزارة نحن كما أشرت أول مرة لموضوع الملف الأمن الداخلي تتحمل وزارة داخلية مسؤوليتها في هذا الموضوع لأنه كما تعرفون أنه اليوم منذ فترة سنوات هناك قيادات عمليات هي التي تدير الملف الأمني بكل تفاصيل أريد أكد عليها بالنسبة للمحافظات اليوم أكثر من 8 محافظات الفورات الأوسط والجنوب لا يوجد هناك قطاعات غير وزارة الداخلية بشكل كامل وزارة الداخلية هي موجودة على الأرض وهي التي تقوم بالملف الأمني لكن المتأخر هو نقل المسؤولية إلى وزارة الداخلية بالنسبة إلى بغداد كما ذكرت أيضا الوزارة جاهزة تستلم هذه المسؤولية لكن القيادات عمليات لا تزال هي المتحملة للمسؤولية وهي التي تدير قطاعات وزارة الداخلية بأمرته وهذا يؤدي إلى خلل حقيقة تداخل من يتحمل المسؤولية المسؤولية ضايعة بصراحة معتبار الموارد والقطاعات التي هي أكثر كما بيانت أكثر من 85% أكثر 168 ألف أنصر تابع لوزارة الداخلية في مدينة بغداد غير مستثمر بالشكل الصحيح غير موظف للعملية الأمنية هذا يحتاج أنه بصراحة أنه تسند المسؤولية وزارة حتى تتحمل مسؤوليتها حتى يكون واضح من يتحمل المسؤولية وقية عمليات بغداد ممكن أن تزولها مسؤولية حزام بغداد خارج مدينة بغداد وهناك تهديدات هذا الرأي ما تروح للنقاش ممكن أن يصل هذا متفق عليه أصلا لكن هناك خطوات تنفيذية لهذا الموضوع فهذه استراتيجية أولى أو أسبقية أولى في استراتيجية الأسبقية الثانية أن إعادة هيبة الدولة وسيادة القانون وأن يكون هناك حصر لسلاح بيد الدولة أن يكون هناك تصدي للجماعات المسلحة التي تحمل السلاح خارج إطار الدولة بدون إذن الدولة أن يكون هناك رجل الشرطة ومن يمثل القانون محترم أي لا يكون تجاوز عليها هذه من أسبقياتنا حقيقة اللي نعمل عليها طبعاً إذا تحدث عن أمور لأنها علاقة بالفساد أنا رح أجي إلى موضوع الفساد اللي هو يمثل أسبقية أيضاً من أسبقياتنا موضوع مهنية وكفاءة أجهزة وزارة الداخلية هذا أيضاً من أسبقياتنا اللي اليوم نعمل على إعادة مراجعة موضوع التدريب والضبط والسياقات العمل حتى تكون أجهزتنا حيادية في تعاملها رجل الشرطة يجب أن يكون بعيد عن الولاءات الحزبية والعشارية والطائفية أن يتعامل بحيادية كاملة ومهنية بأداء واجبة أن يتصدى بشجاعة أمام كل من يريد أن يخرق القانون كل من يريد أن يتجاوز على هيبة الدولة هذه الأمور اللي هي من الأسبقيات اللي اليوم نعمل عليها وأن يكون في نفس الوقت جزء من مهنية هذه الأجزاء أن يكون هناك احترام المواطن أن لا يكون هناك إساءة أو ابتزاز المواطن اليوم نسبة أن أمن المواطن قبل أمن المسؤول هذا الأسبقية نعمل عليها بحيث يتحول الأمن أمن المسؤول إلى أمن المواطن مو أمن السلطة حتى لا تبقى هذه القضايا عنوين هل هناك أدوات فعلية أكيد أنا أتحدث عن أسبقيات في الاستراتيجية لأجل تحقيق هذه الأسبقيات هناك خطط هناك برامج كما قلت نتناول إعادة النظر في التدريب الضبط سياقات العمل في التوجيهات لمستمر متابعاتنا الميدانية هناك أمور عملية خطوات عملية كمقدمة لهذه الأدوات هي مكافحة الفساد بضبط 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 فمكافحة الفساد بصراحة منذ أن شرعت بمسؤوليتي في الوزارة وتحملت هذه المسؤولية بدأنا بخطة أيضا لمكافحة الفساد أنا لا أدعي أن أستطيع أن أقضي على الفساد لأن الفساد ليس فقط في وزارة داخلية في كل مفاصل الدولة بل هذا الفساد مستشري في المجتمع بشكل عام هذا يحتاج له إلى ثقافة جديدة في المجتمع تبدأ حتى من أطفال المدارس أن نعلمهم كيف يكافعوا الفساد ولكن أستطيع أن أقول أنه اليوم الفاسدين والمفسدين لا أمانة لهم لا نتهاون مع من يثبت علي الفساد وهناك في كل الحالات التي حدثت فيها نطل عليها فساد هناك لجان تحقيق أشرف عليها أحيانا مباشرة أنا شخصيا وأتابع هذه الأمور ولا يوجد أي تسامح في موضوع الفساد لأننا نعتقد أن الفساد آفة كبيرة تنخر في جسد الأجهزة الأمنية لا يمكن أن نصنع أمن من دون أن نقضي أو نكافح هذا الفساد هل تم مكافحة قضية الفضائيين في وزارة الداخلية هل هناك ما زالوا فضائيين وهذا المفهوم أيضا راد لتصحيح حقيقة الفضائيين بمعنى أن هناك أشخاص اللي يأخذ راتب هو قاعد بالبيت قاعد بالبيت أو ما يأدي واجب بشكل صحيح أو هناك استغلال وظيفي أو في بعض الحالة أسماء وهمية موجودة أسماء قد يكون لا أعتقد هناك أسماء وهمية بمعنى أنه لا يوجد أساس يعني لي هؤلاء الأشخاص إنما يوجد أحيانا تنسيب مثلا بعض الأشخاص خارج الضابط وهذا الموضوع أصدرنا بأوامر صارمة جدا في أنه للأسف هناك استغلال للأسف من بعض يعني الجهات الأخرى خارج الوزارة في هذا الموضوع هذا أحد معاناة حقيقة أن الوزارة من السياسيين من بعض القوات تريد أنه خارج الضوابط أنه تستفاد من بعض موارد وزارة الداخل بالتالي هو هذا اللي أدي إلى أنه صير هناك حالة ما يسمى ليهم أو شاعب بفضائيين أو وهميين أو ناس هما ما يؤدون واجبهم واجبهم الأمني نحن بصراحة أنا أريد أن أكد عليه اليوم نحن جهدين في موضوع أنه نحول هذا المفهوم ونشيع ثقافة جديدة أنه من يأتي يعمل وزارة الداخلية يأتي من أجل أن يحقق أمل من أجل أن يخدم المواطن حتى أستثمر الوقت مو جائنه فرصة عمل مو جائنه مجرد يتعين حتى أستثمر الوقت أود أن أسألك حول البطاقة الشخصية الألكترونية باختصار لو سمحت أين وصلت الوزارة في تنفيذ هذا المشروع هو هذا جزء أيضا من أسباقيات الاستراتيجية التي حددناها أنه نرتقي بالخدمات الأمنية التي هي خدمات شاملة كما قلت سواء بالوثائق الثبوتية والأحوال المدنية الخدمات التي تعلق بلوحات المركبات والخدمات المرور وكافة هذه الخدمات مقدمتها موضوع البطاقة الوطنية البطاقة الوطنية هذا مشروع مهم وأساسي يساعد في ارتقاء بالخدمات الأمنية سنتحول من الورق إلى الإلكترونية وبالتالي سنقلل من الفساد سنقلل من التزوير سيكون هناك أيضا حتى بالجانب الأمني سيساعدنا هذه البطاقة إذا يكون كل مواطن هناك قاعدة بيانات لكل المواطنين وهناك بطاقة غير قابلة للتزوير والوصول الوزارة ستتحقق هذا المشروع كان هذا المشروع بصراحة منذ أن تعاقدت الوزارة الداخلية مع الشركة الألمانية لينجاز هذه البطاقة وإصدار هذه البطاقة كان متلكة لأسباب هذا المشروع يحتاج عمل في ثلاث جوانب أولا بالنسبة إلى البنى التحتية نحتاجين أن نحول 354 دائرة أحوال مدنية إلى مكاتب لإصدار البطاقة المواطنية هذه المكاتب يجب أن تكون وفق مواصفات نموذجية وفق ما حددت الشركة الألمانية حتى تكون جاهزة لإصدار البطاقة هناك تلكو كان في تحويل هذه المكاتب وتأهيلها وتأثيثها وفق الواصفات المطلوبة هذه التلكو بنسب متفاوتة في بعض المدن هناك تقدم في بعض المحافظات هناك تلكو لأنه للأسف كان سناد هذه المسؤولة في عادة تأهيل وتأثير وفق تصورات إلى المحافظات من خلال موازنة الأقاليم والمحافظات وفق تصورات حضرتك متى سوف يتم تطبيق البطاقة الألكترونية هو التطبيق من توقف على هذه الجوانب الجانب الثاني غير موضوع البنى التحتية موضوع المنظومة المنظومة ببرامجها بأجهزتها تم وصولها واليوم نحن أيضا مع الشركة باجتماعات مكثفة على مدار اليوم يعني يوميا هناك اجتماعات ومتابعات من خلال اللجان معنية ومختصة بهذا الموضوع حتى تبدأ هذه المنظومة بنصب هذه المنظومة وهذه المنظومة سيكون لها مركز رئيسي حاسب رئيسي وسيرفر رئيسي نقدر نقول أن نهاية السنة ممكن تطبق هذه القرية الجانب الأخير موضوع تشريع القانون بدون تشريع قانوني للبطاقة الوطنية لا يمكن قانونيا أن نصدر بطاقة هذا الموضوع تم التصويت عليه في مجلس الوزراء حولناها إلى مجلس النواب نطالب مجلس النواب أن يعطي أولوية قصوى إلى مشروع قانون البطاقة الوطنية حتى إذا شرح هذا القانون وفق توقيتات الزمنية التي متفقين بها مع الشركة أن يكون في منتصف شهر تموز أن يكون إصدار أول بطاقة وطنية كما حددت الشركة وفق هذه المواصفات وفق هذه الآليات طبعا هذا ستكون أول بطاقة لبدء المنظومة أما أن يتم بدء العمل بالبطاقة الوطنية هذا يعتمد على جاهزية البناء التحتية المكاتب جاهزية المنظومة تكون متكاملة في كل سواء المركز الرئيسي أو المناطق الأخرى المواقع الأخرى وكذلك تشريع القانون إذا ذلك ثلاث أشياء توفرت سنبدأ بالتدريج طبعا تدرون بطاقة الوطنية أو الرقم الوطني في كل البلدان طول سنين طبعا يعني في دول الجوار أنا سامع لا يقل عن خمس سنوات استغرقت حتى تخلص من حالة الورقة لكن أن نبدأ خير من أن نبدأ أن نبدأ سنبدأ إن شاء الله بأول بطاقة وطنية كبدأ للمشروع هو إن شاء الله في منتصف حسب التوقيت الذي وضعته الشركة والشركة ملتزمة حسب ألمي والمنظومة سوف تنصف خلال هذه الأسابيع القادمة ونبدأ بإصدار أول بطاقة ثم بدء العمل بالبطاقة الوطنية سوف يكون تباعا حسب توفر هذه الأمور الثلاثة في ختام هذا اللقاء لا يسعني أن نتقدم بالشكر الجزير لمعالي وزير الداخلية سيد أحمد سالم الغبان شكرا لضمامك إلينا أياكم الله وأنتم أحباتي المشاهدين الكرام شكرا لطبيع المتابعة ألتقيكم في لقاءات خاصة قادمة إن شاء الله إلى اللقاء اشتركوا في القناة